السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخواتي جيتكم اليوم فيديو تعاوني مع قناة مطبخ ماما ظهور هي قناة جزائرية اليوم قلنا ندير بغيوش انا وياها كل واحدة واش تدير اذا شوفو ردالت لكم بغيوش يبيني نبنان بالكريمة هنخلي لكم رابط التحت في صندوق الوصف تروحوا تزوروا قناتها تشتركوا وتدعموها وبالنسبة لي هنضي لكم هذا النوع من بغيوش يجو خفاف بزاف يجو طرايا تانيك ماشاء الله شوفو كيفاش يجو من الداخل تاني يجو قطنيين احنا نمروا الان طريقة التحضير هنا عندي كيلو من الفارينا الطحين الابيض نعبره بالكاس هذا 250 مليلتر كما راكم تشوفو ما تعمروا الكاس يعني تخلوه قزر صبحتين ماشي معمرين نسمى الكاس ماشي معمر بنفس الكاس هذا عبرت سكر تانيك ماشي معمر فانيليا وزوج حبيض بيض وعندي زوج مغارف كبار من الخميرة تاع الخبز قلت لكم فانيليا ورشة تعمله تاني هنا ناخد الفاري نتاعي نضيف ثقف الواسط نضيف ثقف الواسط نضيف ثقف الواسط نضيف المواد الجافة نخلطهم اولا نضيف ثاني الخميرة لدي هنا الملح مغرفة صغيرة كما راكم تشوفو وعندي ثانيك راح نزيدو شوية من الخل كما راكم تشوفو غنص مغرفة صغيرة من الخل الخل يعني هو اللي راح يقتل هذيك الريحات على البيض في البغيوش يعطيه يعني يحسن من طعم تعله بغيوش ويعطيه ثانيك هذيك الطراوة نخلط هذي المكونات نضيف نضيف البيض التاعي وعلى فكرة كي نجح لكم هذي العجينة البغيوش يجب البيض يكون على درجة حرارة الغرفة لا تنسوش باللاجة مباشرة لا تنسوش باللي عدنا الخميرة ولا تستطيع حاجة بردة في الخميرة على بلكم الخميرة ولا تستطيع الماء سخون لا تستطيع الخميرة نضيف تقريبا كوب وربح من الماء اذا نفس الكوب الذي عبرت به الزيت والسكر نفسه نضيفه غير بالعقل لكن كسور باخذاري بصحنتو مع الحسب الفارينات تحكم الحسب الطاحين تحكم النوعية ممكن يأخذ أكثر ممكن يأخذ أقل سوف نضيفه القوام هذه العجينة هنا نبدأ نعجن نضيفه غير بالعقل الإنمى المادة هذا هو القوام العجينة تتلاسق قليلا ونضيفه ونضيفه لمدة 10 ثقائية لمدة 10 ثقائية هنا نضيفه 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 قد لحبت المندارين ونضيفه ثم نضيفه هل تنتهي ينتهي ونضيفه نضيفه 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 كل مرة نضيفه نضيفه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تضغط عليهم الضغطة خفيفة قد نزلهم قليلا ثم تضغط عليهم ندخلهم يخمرون على 50 درجة للمدة نص ساعة في هذه الوصفة لا تجدوا أن تضغطوا اخبار يوجد هنا لدي هنا بيط قطرات من الخل وشوية ماء لدي هنا ججلين لتزيين لوز كل واحدة سكر سكر فانيليا من فوق ثانية ندهن هنا كاخر مرحلة قبل أن نطيبهم ونبدأ نزيين المهم في كل مرة هذا الوصفة لا تخمر العجين الكبيرة تخمر ساعة 10 دقائق ساعة ساعة 10 دقائق ثم ساعة خفافة قطنيا هذا هذا ندخلهم على 180 درجة كما رأيكم ترون الشكل النهائي يجب أن أخبركم كيف جاءوا قطنيين جاءوا خفافة والبنة ثانية خاصة تمنى أنكم تجربوهم ويعجبوكم أن تنسوش جامل الفيديو واشتراك وخلوا لي تعليق وقلكم إلى الملتقى شوالله تهلو في روحكم والسلام عليكم شكرا شكرا شم شكرا يالشعر شكرا لكم إلى